بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضع مخترحة في الرياضيات لبكالوريا 2020 رقم 33 فهو تمرين رائع أنصح به شربة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه يحمل أفكار جد جد قيمة إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل أول قال حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة ذات المجهول زاد إذن نكتب هنا حل في سي المعادلة لهي ماذا أبناء المعادلة لهي زاد مربع ناقص 2 الجدر 3 زاد زائد 4 يساوي الصفر هنا بما أنها معادلة من الدرجات الثانية نفكر في المميز دالتا يساوي لنا بمربع يعني يساوي لنا هذه القيمة مربع إذن هذه لما نربع تسبح لنا 12 لأن 2 تسبح لنا 4 وجد 3 تسبح لنا 3 في 4 12 ناقص 4 في A في C تسبح لنا كم تسبح لنا 12 ناقص 16 وتسبح لنا 4 ناقص 4 والناقص في الأعداد المركبة هو A مربع تسبح لنا 4A مربع تسبح لنا جدره يساوي لنا كم يساوي لنا 2A لأن الأربعة تخرج لنا بال2 والA مربع يساوي لنا بE تسبح لنا زاد 1 يساوي ماذا يساوي يساوي ناقص بي زائد جدر دالتا على 2A ويساوي إذن البي هو ناقص 2 جدر ثلاثة لما ندخل عليه ناقص هذا تسبح لنا زائد معنا صبح لنا 2 جدر ثلاثة زائد جدر دالتا جدر دالتا وهو 2A على 2 في A وهو 1 نختازل هذا مع هذا مع هذا يعني لا يجوز إذا كانت هنا عندنا إلا E ويقول هذا مع هذا لا لا يجوز الإختزال الإختزال يجب كل الحدود لها نفس المعامل أو نفس العامل المشترك نعم تسبح لنا زاد 1 يساوي جدر ثلاثة زائد E أما زاد 2 المعروف أنه مرافقه اللي هو جدر ثلاثة ناقص E إذن تسبح لنا S تساوي لنا زاد 1 وزاد 2 فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سؤال آخر ماذا قال؟ قال ثم أكتب الحلول على الشكل المثلثي إذن نكتب هنا كتابة زاد 1 وزاد 2 على الشكل المثلثي إذن لاحظوا جيدا أولا ننطلق بزاد 1 نحسب له الطاولة التي تساوينا ماذا؟ تساوينا جدر ثلاثة مربع تحت الجدر زائد واحد مربع تحت الجدر هكذا تسبح لنا كان تساوينا ثلاثة زائد واحد وهي أربعة جدر أربعة إنه الإثنان ثم نقول كوس تيطا واحد يساوي الحقيقي لهو جدر ثلاثة على الطاولة وسينيس تيطا واحد يساوينا التخيلي على الطاولة الزاوية التي لها هاتين المعطيتين تقع في الربع الأول أولا وتكون تيطا واحد ماذا تساوينا؟ تساوينا بي على ماذا؟ لاحظوا جيدا إذن بي على ستة فقط إذن فيسبح لنا زاد واحد يساوي يساوينا ماذا؟ الشكل المثلث يساوينا الطاولة اللي هي إثنان في كوس الزاوية اللي هي بي على ستة زائد إي في سينيس بي على ستة فقط أما زاد إثنان نفس الشيء بما أن زاد نلاحظ أن زاد إثنان يساوينا مرافق زاد واحد فالعداد المترافقة في الأعداد المركبة أن الطاولة تكون تبقى هي هي يعني متساويان في الطاولة أما الزاوية فتعكس الإشارة فقط تصبحنا كوس ناقص بي على ستة زائد إي في سينيس ناقص بي على ستة لماذا أبنائي؟ لأن الأعداد المترافقة في الأعداد المركبة الطاولة تبقى تساوي الطاولة أما العمدة أو الزاوية نعم عمدة كل واحد تساوينا عكس عمدة الآخر إذا كان عمدة الأول هو بي على ستة فالأخرى تصبحنا ناقص بي على ستة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائينا تلآن إلى الجزء الآخر اللي هو الخاص بالهندسة قال المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس أو إي في قال تكون النقاط A, B و C التي لا واحقها على الترتيب زاد A يساوينا إثناني A زاد B يساوينا جد ثلاثة زائد A أليس هو الزاد واحد؟ نعم إذن لاحظوا جيداً معنى هذا هو زاد B وعندنا كذلك ماذا؟ وعندنا زاد C يساوينا مرافق زاد A زاد B يساوينا مرافق زاد B إذن انظروا ها هو زاد C قال وليكن العدد مركب أل حيث أل يساوينا واحد ناقص E في زاد B على زاد C قال السؤال الألف قال أكتب العدد أل على الشكل الأسي إذن نكتب هنا عنوان كتابة ماذا؟ أل على أي شكل على الشكل الأسي ضحظوا وانتبهوا هنا أرجوكم تصبح لنا ماذا؟ أل يساوي واحد ناقص E في ماذا قلنا؟ في زاد B على ماذا؟ على زاد C يساوي أولاً نكتب هو واحد ناقص E هذا العدد إذا كتبناه على الشكل الأسي طاولتهما هي جذر إثنان وزاويته هي ناقص E بي على ماذا؟ على أربع يقول أحدكم لماذا؟ لأن الكوس ماذا يساوينا واحد على جذر إثنان والسنوس يساوينا ناقص واحد على جذر إثنان ما هي الزاوية التي تحملها تلك المعطاية؟ إنها ناقص بي على أربعة ولا جدال في ذلك أما زاد بي قلناه هو ماذا؟ هو زاد عفواً نعم هو زاد واحد والذي يساوينا ماذا؟ يساوينا إثنان في أسية EP على ستة يقول أحدكم لماذا؟ ها هي قيامه حولناه إلى الشكل الأسي نأتي الآن كذلك إلى زاد ماذا؟ زاد سي الذي يساوينا زاد إثنان هو يساوينا إثنان في أسية ناقص EP على ستة الآن نعوذ كل واحد بما يساوي نصبحنا جذر إثنان في أسية ناقص EP على أربعة في الزاد قلنا بي اللي هو إثنان في أسية EP على ستة على هكذا على إثنان في أسية ناقص عفواً في أسية ناقص EP على ستة لاحظتم؟ كل واحد عودته بشكله الأسي ثم الآن نكمل عملية الحساب لاحظوا وانتبهوا معي أولاً يظهر أن هذا سوف يذهب مع هذا فيبقى لنا آل يساوي جذر إثنان في أسية ماذا؟ قلنا هنا ناقص EP على أربعة ثم في أسية EP على ستة لكن هذا إذا انتقل إلى البستق القاعدة كل عدد إذا انتقل من المقام إلى البست والعكس يغير إشارة قوته مع أنه تصبحنا في أسية EP على ستة يعني لا يتغير هو بنفسه إنما تتغير إشارة قوته آن فيصبحنا آل يساوي جذر إثنان في أسية E وهنا نجمع هذه الأسس لأن الأساس لهو الأسية يبقى هو ثابت فيصبحنا في ناقص P على أربعة زائد P على ستة زائد P على ستة هو إثنان P على ستة هكذا نفكر أكيد في توحيد المقام نضرب هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة فيصبحنا آل يساوي جذر إثنان في أسية E ونجمع كم تعطي لنا هذه لاحظوا جيدا إذن هنا قلت نوحد المقام هنا كذلك في ماذا نضرب هنا نضرب كذلك في إثنان ونضرب هنا في إثنان فتصبح لنا هكذا تصبح لنا ناقص ثلاثة P زائد ماذا أربعة P على ماذا على إثنى عشر يا أبناء لم أفعل شيء إنما وحتى المقام فقط حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل ثم الآن أكيد تصبح لنا كم تصبح لنا آل يساوي لنا جذر إثنان عفوا نعم جذر إثنان في أسية E P على ماذا على إثنى عشر لماذا لأن عندنا ناقص ثلاثة P زائد أربعة P هي P P على إثنى عشر لأن أصبح المقام وحد فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سؤال آخر ثم أحسب آل قوة 2016 إذن نكتب هنا حساب آل قوة 2016 هنا أكيد نستعمل دستور موافر تصبح لنا آل قوة 2016 تساوينا جذر إثنان في أسية E P على إثنى عشر الكل قوة 2016 يساوي لنا الجذر 2 قوة 2016 في أسية E ماذا؟ 2016P على ماذا؟ على 12 هذه القوة تدخل إلى هنا تصبح هنا تساوي أنها ماذا؟ تساوي أن الجذر 2 قوة 2016 ولما نقوم بحساب 2016 تقسيم 12 نجد القسمة التامة وهي 168 إذن بعدها ماذا يصبح؟ أصبح هنا أسية E في ماذا؟ ركزوا جيدا 168 في 12P على ماذا؟ على 12 يقول أحدكم لم أفهم هذه 2016 لما قسمت على الـ 12 أصبحت هي 12 في 168 يعني هذه إذا ضربناها نجد 2016 بعدها ماذا ينتج أنه هذا؟ يذهب مع هذا فماذا ينتج؟ لاحظوا وانتبهوا أرجوكم فيصبح لنا يساوي جذر 2 قوة 2016 نحولها الآن إلى الشكل المثلثي في كوس ماذا؟ 168P زائد E في السينس 168P الآن بما أن هذا العدد هو عدد زوجي فنصفه يمثل عدد دورات معناه هذه بلغة الجزائرين بما أنه عدد زوجي يعني نسمح فيه يعني لا نحتاجه سبحانه تساوينا جذر 2 قوة 2016 في كوس سفر زائد E في السينس ماذا؟ سفر أما إذا كان هذا العدد فردي فنأخذ منه P فقط يخيلوا إذا كان 169P فنقول هنا نضع P وهنا P لأن 168 هو عدد زوجي فنصفه يمثل عدد دورات لا نحتاجه في الكوس والسينس الآن هذا معروف أنه يعطينا كم؟ يعطينا واحد وهذا معروف أنه يعطينا سفر فتصبح لنا قوة 2016 ماذا تساوي؟ تساوينا جذر 2 قوة 2016 لأن هذا يذهب كليا وهذا يضرب واحد في هذه القيمة إذن هذا يضرب في هذا تصبح لنا هذه القيمة ويمكن أن نجري عليها هنا التغيير كذلك تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إثناني قوة نصف لأن الجذر في الرياضيات هو قوة نصف الكل قوة 2016 يعني إذا نزع الجذر توضع قوة نصف الآن فيصبح لنا ماذا يساوي؟ يساوينا إثناني قوة 2006 عفوا إذن قوة 2016 على إثناني لأن قوة القوة سيوجد قوتين يساوينا إثناني قوة ألف وماذا؟ وثمانية إذن آل قوة 2016 يساوينا إثناني قوة ألف وثمانية بعدما أجرينا القسمة لألفين وستة عشر على إثنان فقط أبناء إذن آل قوة ألفين وستة عشر أعطت لنا إثناني قوة ألف وثمانية فقط أبناء بعدما أجرينا هذا الأمر نأتي الآن إلى السؤال باء قال عين قيم العدد أولا الطابعي حتى يكون العدد آل قوة أن تخيلي سرف إذن نكتب هنا تعيين آن حتى يكون ماذا؟ يكون آل قوة آن تخيلي كيف هو سرف إذن حتى يكون تخيلي سرف أولا نستغل هذا لكن نضع دائما دستور موفر آل قوة آن ماذا يصبح يساوي؟ يساوي لنا هكذا جذر إثنان في أسية إي بي على إثنى عشر ماذا؟ قوة آن قلنا أن وجداء عددين لهم نفس القوة كل واحدة أخذ قوة تهلي واحدة سبحنا جذر إثنان قوة آن في أسية إي آن بي على ماذا؟ على إثنى عشر لأن هذا يدخل إلى هنا فتصبح لنا آل قوة آن يساوي يساوي أن جذر إثنان الكل قوة آن هكذا في نحوله الآن إلى الشكل ماذا؟ إلى الشكل المثلثي سبحنا في كوس آن بي على ماذا؟ على إثنى عشر زائد إي في سينس آن بي على ماذا؟ على إثنى عشر ننشر هنا تصبح لنا تساويな ماذا؟ تصبح لنا جذر إثنان قوة آن في قولت في كوس هكذا آن بي على إثنى عشر زائد إي في جذر إثنان قوة آن لاحظوا وانتبهوا أنا أقوم بعملة ماذا أنشر هذا وهذا فقط حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل قلنا زائد E في جذر 2 قوة N في سينس NP على ماذا على 12 متى نقول على العدد أنه تخيلي صرف أكيد إذا كان جزءه الحقيقي هذا يسألنا كم يسألنا الصفر إذن نقول يكون القوة N تخيلي صرف إذا كان جزءه الحقيقي اللي هو جذر 2 قوة N في كوس NP على 12 يساوي السفر وعندنا كذلك أنه جذر 2 قوة N في سينس NP على 12 أكيد لا يساوي السفر حتى يكون تخيلي لاحظوا جيدا وانتبهوا لكن نحن نركز على هذا الطرف لاحظوا جيدا إذن حتى نركز على هذا الطرف عندنا أولا جذر 2 قوة N هذه قيمة المجابة مهما كان أن هذا يتغير في الأعدد الطبيعي إذا من هو الذي يساوي السفر فإن هذا هو المسؤول عن أن يساوي السفر معناه كوس NP على 12 هو المسؤول أن يساوي السفر لأن جذر 2 قوة N قوة N قوة N مستحيل أن يساوي السفر لكن الكوس في الدائرة المثلاثية لو نلاحظوا أين ينعدم الكوس أكيد ينعدم على محور التراتيب يعني على التسعونة درجة هذه إذن تسعونة درجة ماذا؟ لم يقل هنا تخيلي جزءه التخيلي يكون موجب تامم أو سلب لا قالت خيلي فقط إذن فإن الكوس ينعدم على هذا المحور هو محور التسعون يعني إما هكذا أو إما هكذا هذا كيف نعبر عليه نعبر عليه أنه لاحظوا جيدا أولا التسعونة درجة هي من التي يقول لها نصيب التسعونة درجة أو مضعفة التسعونة درجة يعني لو نضاعفها تصبح لنا هنا لو نضاعفها تصبح لنا هنا هكذا فنقول NP على 12 ماذا يساوي أولا تسعونة درجة هي الأولى P على 2 هي الأولى زائد ماذا زائد كابي ليس 2 كابي لأن لو قلنا 2 كابي لكنا نتعامل إلا مع هذا الجزء فقط لهو قال تخيلي لا يهم جزءه هذا موجب أم سالب إذن فتكون لدينا تسعون زائد كابي يعني أنصف من الدورة يعني إما هنا أو نضيف نص دورة تقع هنا نضيف نص دورة تقع هنا المهم تسعين ومضعفاتها أولا يذهب هذا مع هذا مع هذا فتصبح لنا آن على 12 يساوينا 1 على 2 زائد كابي الآن نستعمل جداء الطرفين أو نضيف في 12 نقوم بضرب هذه المعادلة كليا في 12 فيذهب هذا مع هذا وتذهب من هنا ومن هنا 2 تصبح لنا آن يساوي كم؟ يساوينا 6 زائد 12 كابي مع هذا كابي يكون عدد أكيد طبيعي هذه هي قيم التي تجعل تلك زاء القوة آن عدد تخيلي صرف لم أفعل شيء إنما ضربت في 12 كي أتخلص فقط أو يمكن أن تستعمل جداء الطرفين في جداء الوساطين وتصلوا النفس النتيجة يعني حتى لا يقول أحدكم من أين تأتيب هذه الأفكار قلت حتى نتخلص من هذه الـ 12 ضربت كليا في 12 فأصبحت هنا آن ثم هنا 12 على 2 اللي هي 6 ثم هنا 12 فيك هي 12 معك هذا عدد طبيعي هذه هي قيم آن فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال وقلنا التخيل السرف كان بمقدوره أن يطرح يقول لنا مثلا حقيقي حتى يكون حقيقي الحقيقي هنا ماذا نقول نقول أبنائي هكذا نقول أولا أن السنس هذا السنس هو الذي يساير السفر أين السنس يساير السفر عندما نقول هكذا نقول أم بي على 12 يسايرنا ماذا كابي إذن تخيل الحقيقي هو كابي حقيقي مجب نقول 2 كابي حقيقي سلب نقول 2 كزائد 1 في بي هذه هي الحالات المعروفة في هذه الأسئلة بعدما أنهينا قلت مع هذا السؤال أنا تطرق الآن إلى السؤال الثالث قال بي أنه يوجد دوران R مركزه B ويحول A إلى C إذن نقول البرهان أنه يوجد ماذا دوران اسمه R حيث ماذا يحول هذا الدوران يحول A أكيد إلى C لاحظوا جيدا هنا بما أن نذكر المركز فنستعمل العبارة المختصرة ما هي العبارة المختصرة لاحظوا Z هكذا ناقص Z ركز تساوي A في Z لاحظوا ناقص Z لاحظوا ماذا تقول قائد المركز يذكر فيه هنا وهنا هنا المركز إذن ها هي الأماكن التي يذكر فيها المركز وهنا النقطة الأولى وهنا النقطة صورتها إذن هنا نقول A وهنا نقول C إذا قالبتم هنا سوف يحدث خطأ احذروا أن يقول أحدكم يضع هنا C وهنا لا الآ يوضع هنا والC يوضع هنا أرجوكم ينتبه وإلا سوف تجدون النتيجة معكم سيقول أحدكم نفس الشيء لا الزاوية التسعون ليس هي أن الزاوية ناقص تسعون حتى نفهم جيدا إذن دائما لما يعطى لنا التحويلات النقاطين أن الكثير يقول لا أفهمها لما يقول المركز استعملوا العبارة المختصرة في هذا تقول زاد فتحة ناقص زاد أوميغا يسعون A في زاد ناقص زاد أوميغا الأوميغا هنا هو المركز ها هو B ويحول لنا ماذا قال يحول A إذن A هي التي تضع هنا والC هي التي تضع هنا المعروف هنا ما علينا إلا إيجاد A حتى يكون دورنا يجب أن نجد هذا A هو عدد مركب طاولته تساوي واحد عدد مركب يعني فيه الأي لكن طاولته تساوي الواحد وهذا ماذا ينتج ينتج لنا أنه A يصبح يساوي زاد س ناقص زاد ب على زاد A ناقص زاد ب لماذا ابناء النوفي هذا إذا انتقل أين ينتقل ينتقل إلى مقام هذا إذن أعيد هذا A يصبح زاد س ناقص زاد ب على هذه القيمة الآن ما علينا إلا أمر اسمه التعويض الزاد س نحن نملكه هو مرافق زاد ب يعني اللي هو جذر ثلاث ناقص زاد ب اللي هو ناقص جذر ثلاث ناقص على زاد A زاد اللي هو إثنان E ناقص زاد ب اللي هو ناقص جذر ثلاث ناقص E أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب فيصبح نا A يساوي يصبح ناقص إثنان E وعندنا كذلك لهو ناقص جذر ثلاثة زائد E هكذا بعد جمع هذا مع هذا نفكر الآن أبنائي في المرافق وهو ناقص جذر ثلاثة ناقص E وهنا ناقص جذر ثلاثة ناقص E هكذا أبنائي لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن نكمل الآن أبنائي الهساب أكيد هذا يعطي لنا هذا مربع زائد العدد المضروف في E مربع احفظوا هذه القواعد أرجوكم حتى تربحوا الوقت في الحساب إذن دائما لما تضربه في المرافق قولوا أن هذا العدد مربع زائد العدد المضروف في E مربع فتصبح لنا هذه ثلاثة والعدد المضروف في E مربع وواحد إذن واحد زائد ثلاثة وهي أربعة إذن نقام نصبح لنا أربعة مباشرة أما في البصة ننشر هذا في هذا الناقص في الناقص هو زائد يعني تصبح لنا زائد إثنان E جذر ثلاثة ثم عندنا هذا في هذا الناقص في الناقص هو زائد والي صبح لنا ناقص يعني ناقص اثنان فأولا نختازل من هنا اثنان ومن هنا اثنان ومن هنا اثنان فصبح لنا آ يساوي ماذا يساوي يساوي ناقص واحد على اثنان زائد اي في جذر ثلاثة على اثنان يعني لأني قالبت الحقيقي هو الاول والتخيل هو الثاني فقط لم أفعل شيء بعد عملت الاختزال نزعت من هنا اثنان ومن هنا اثنان وما هنا اثنان الآن فأصبح أولا طاولة الآ هذا ما هي يركزوا جيدا يسوي أن هذا مربع لهو واحد على أربعة زائد هذا مربع لهو جذر ثلاثة لهو ثلاثة على أربعة يصبح أن أربعة على أربعة لهو واحد إذن نقول ومنه يوجد دوران أر إذن هذا الدوران أر لماذا لأن هذا هو الذي يحدد طاولا هو عدد مركب طاولته تسوي الواحد فإنه يوجد دوران أر مركزه بي ويحول ماذا يحول آ إلى س ثم قال يطلب تعين زاويته زاويته أمرها بسيط هي أرق تلك العدد الذي وجدناه نقول وزاويته تيطا تسوي النار أرق آ وتسوي أولا إذا أتينا الآن إلى طاولة آ ما هي؟ قلنا هي واحد كوس إذا سميناها تيطا يسوينا الحقيقي لهو ناقص واحد على اثنان على واحد والسنس تيطا ماذا يسوي؟ التخيلي لهو جذر ثلاثة على اثنان على واحد ما هي؟ إذن يصبحنا ماذا؟ يصبحنا كوس تيطا يسوينا ناقص واحد على اثنان والسنس تيطا يسوينا جذر ثلاثة على اثنان الآن ما هو يا أبناء من هذا وهذا؟ ما هي الزاوية؟ التي الكوس لديها هو ناقص نس والسنس هو جذر ثلاثة على اثنان أولا لا نراعي ناقص هذا الناقص لا تراعوه ما هي الزاوية المشهورة التي الفئة dos والسنس لديها والجذر ثلاثة على اثنان نأكيد هي p على ثلاثة نأتي الآن إلى موقعها لاحظوا إلى الموقع 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 به سالب والسنس مجب فنقول هنا p على ثلاثة لأنها وقعت في الربع الثاني إذن فماذا نقول؟ نقول تيطا تصبحنا بي هنا نواحد المقام هنا ثلاثة وهنا ثلاثة تصبحنا اثنان بي على ثلاثة فقط إذن هذه هي زاوية هذا الدوران فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تلآن إلى سؤال استنتاجي قال استنتج طبيعة المثلث A B C إذن نكتب هنا استنتاج طبيعة المثلث الذي اسمه A B C أولا ماذا نملك؟ نقول لدينا لدينا أنه زاد C ناقص زاد B على ماذا؟ على زاد A ناقص زاد B وجدناها أن تصينا ناقص واحد على اثنان زائد E جذر ثلاثة على اثنان هذا هو الشيء الذي وجدناه هذا ماذا يعني أبنائي؟ أن طاولة البسط اللي هو طاولة البسط اللي هو ماذا؟ ركزوا جيدا اللي هو B C على ماذا؟ على B A تساوينا الطاولة هذا إذا وضعنا هنا رمز الطاولة وهنا رمز الطاولة فيصبحنا B C على B A كم يساوي؟ يساوينا واحد ماذا نستنتج؟ ننتج أنه B C يساوينا ماذا؟ يساوينا B A هذا الأمر الأول وعندنا الزاوية الموجهة ما بين شعال مقام اللي هي B A و شعال البسط اللي هي B C كم تساوي؟ وجدناها أن هي إثنان B على ثلاثة اللي هي مئة وعشرون درجة هذه لا تعطينا شيء إنما هذه تجعل المثلث كيف هو؟ متساوي الساقين لاحظوا إذا كانت الزاوية هنا B على ثلاثة حفظوا هذه القواعد أرجوكم إذا وجدت طاولة أنها تساوي واحد والزاوية ليس هي إثنان B على ثلاثة إنها B على ثلاثة أو نقص B على ثلاثة فقل المثلث متقايص الأضلاع أما إذا اختلفت الأمر جاءت هنا غير B على ثلاثة أو نقص B على ثلاثة يعني 60 أو نقص 60 فتقول المثلث متساوي الساقين فقط احفظوا هذه القواعد أرجوكم إذا كانت الزاوية B على ثلاثة أو نقص B على ثلاثة والطاولة واحد فالمثلث متقايص الأضلاع إذا كان الطاولة واحد والزاوية مثلا هنا إثنان B على ثلاثة أو خمسة وأربعون فقل متساوي الساقين فقط أرجوكم انتبهوا ها قد الآن قمنا باستمتاج طبيعة المثلث إنه متساوي الساقين بعدما وجدنا هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا تطرق الآن إلى وحسب مساحة يعني حساب مساحة مثلث ABC إذن أكتب هنا حساب مساحة المثلث الذي اسمه ABC أولا إذا أتينا هنا بشكل توضيحي فقط ها هو شكل توضيحي هكذا ومن هنا هكذا ننتبه جيدا أبنائي مجرد توضيحات فقط هكذا إذا قلنا أنه هو عندنا هنا البي وهنا الآ وهنا السي نحن ماذا قلنا قلنا أن المثلث هذا متساوي الساقين أنه بي آ يساوي بي سي ولتكن عندنا المسقط العمودي لبي سميناه بفتحة على ماذا على آ سي إذن نقول أولا نحن نقول ليكن لتكن بي فتحة المسقط العمودي لمن لبي على ماذا على آ سي لماذا أبنائي أن نستغل هذه الأشياء لأن لحساب مساحة المثلث عندنا القاعدة واحد إذن أس آ بي سي ماذا تساوي تساوي القاعدة اللي هي آ سي في الارتفاع اللي هو بي بي فتحة على اثنان هذا هو المعروف على مساحة أي مثلث أنها هي القاعدة في الارتفاع ليس في هذا الطول إنما في الارتفاع والارتفاع علينا أن نستخرجوا بي المسقط العمودي إذن فماذا تصبح تصبح لنا بي فتحة هي منتصف القطعة آ سي لماذا أبنائي لأن المثلث متساوي الساقين هذه الخاصية بمتساوي لأن آ بي سي متساوي الساقين إذن فتصبح لنا هذا الطول وهذا الطول متساوي فتصبح لنا زاد بي فتحة معروف على قاعدة المنتصف تساوي لنا زاد آ زائد زاد س على اثنان تصبح لنا زاد بي فتحة يساوي الزاد بي فتحة ليقلنا زاد آ زائد زاد س الزاد آ هي اثنان إي والزاد س هي جذر ثلاثة ناقص إي على اثنان تصبح لنا تساوي ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا جذر ثلاثة على اثنان زائد واحد على اثنان اي هذه هي الزاد ماذا بفتحة نأتي الآن لنقوم بحساب الآن الأطوال تصبحنا ا س يساوينا ماذا يساوينا زاد س ناقص زاد ا ويساوي الزاد س عمتها كم الزاد س هي جذر ثلاثة ناقص اي ناقص زاد ا لهو اثنان اي تصبحنا تساوينا جذر ثلاثة ناقص ثلاثة اي هكذا تصبحنا ا س يساوينا ب هكذا يساوينا الحقيقي مربع لهو ثلاثة زائد التخيل مربع لهو تسعة تصبحنا اثنى عشر ما هي الاثنى عشر هي اثنان جذر ثلاثة هذه فيما يخص ال ا س نأتي الآن إلى حساب الطول الآخر لهو ب بفتحة يساوي لنا يساوينا زاد ب فتحة ناقص زاد ب وتصبحنا ب ب فتحة يساوي هكذا لاحظوا ارجوكم ولا ترعجلوا في الحساب فماذا ينتجي ابنائي تصبحنا زاد ب فتحة اللي هي ماذا اللي هي جذر ثلاثة يمكن هنا حتى نربح الوقت هي صفر فاصل خمسة في جذر ثلاثة زائد صفر فاصل خمسة في اي يعني هذه كتبتها هذه النصف وصف فاصل خمسة في جذر ثلاثة ونصف فاصل خمسة في اي ناقص زاد ماذا ناقص زاد ب الزاد ب نحن نملكها زاد ب قلنا هي جذر ثلاثة زائد اي تصبحنا ناقص جذر ثلاثة ناقص اي فماذا ينتج تصبحنا ب ب فتحة عفوا يمكن ان نستخرج الان ناقص صفر فاصل خمسة عامل مشترك تصبحنا ب ب فتحة يساوينا بالقيمة ناقص صفر فاصل خمسة في ماذا في جذر ثلاثة زائد اي لم افعل شي حتى ولخص الحسابات فقط تصبحنا تصبحنا ناقص صفر فاصل خمسة بالقيمة المطلقة هي صفر فاصل خمسة اما طاولة هذا الجزء ما هي انها الاثنان تصبح لنا في ماذا في اثنان وتصبح لنا واحد ارجو قد فهمتم هنا حتى لا ابقى دائما واحد المقام وكذا وكذا قمت بهذه هذه الكتابة جعلتها صفر فاصل خمسة بجذر ثلاثة وهنا صفر فاصل خمسة في اي ثم حسيبت هذا ثم استخرج ناقص صفر فاصل خمسة عن المشترك لانا نحن في الطاولة جداء عديدين سيوجد الطاولتين اذا هذا صفر فاصل خمسة وهذا الطاولته اثنان صفر فاصل خمسة في اثنان هو واحد بعدما وجدنا هذا الامر الان يمكن الان ان نأتي لحساب المساحة وبطريقة جد سليمة لاحظوا فماذا ينتج تصبح لنا اس ا بي س يسوي الطول اس هو اثنان جدر ثلاثة الطول بي بفتحة هو واحد على اثنان نختزل هذا مع هذا صبحنا اس ا بي س ماذا يسوي يسوينا جدر ثلاثة قلت جدر ثلاثة ا ا لهي وحدة مساحة فقط ابناء ارجو قد فهمتم الفكرة اذا الفكرة بما ان المثلث متساوي الساقين علينا ان نستخرج المسقط العمودي لبي هذه لهي او فيه من لا يقول لا نتخذ هذا الطريق انما نقول هو القاعدة في الارتفال الارتفال نستخرجه بنظرية فتا غرص فقط هذه كذلك قاعدة معناها تصبح لنا هذا الطول اذا سميناه اش ماذا يسوي اولا نقول هكذا نقول بي سي مربع يسوي لنا ماذا يسوي لنا ا سي على اثنان يعني هذا الطول على اثنان في ا ا مربع زائد ا ثم نستخرج الاش مربع بتلك الطريقة يوجد عندنا عدة طرق لاستخراج ذلك انا استخرجت بهذه الطريقة فقط حتى ليقول احدكم اذا حسبتها بالطريقة الاخرى هل نجد نفس النتيجة نعم سوف تجد نفس النتيجة فقط بعدما انهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الان الى السؤال الاخر قال رابعا الف عين او مجموعة النقط ام ذات اللاحقة زاد بحيث يكون العدد زاد ناقص جذر ثلاثة زايد ا على زاد ناقص اثنان ا حقيقي مجب اذا نكتب هنا تعيين مجموعة النقط ام حيث ماذا اعطى لنا حيث يكون زاد ناقص جذر ثلاثة زايد ا على زاد ناقص اثنان ا يكون حقيقي مجب يعني ينتمي الى ار زايد اولا ننتبه جيدا اذا اتينا الى هذا زاد ناقص استخرجوا الان الناقص لهذا العدد استخرجوا من عنده ناقص كليا نصبح جذر ثلاثة ناقص ماذا ناقص ا المقام ماذا يصبح يصبح زاد ناقص اثنان ا تساوي اليس هذا يا ابناء هو زاد س لماذا لان زاد س هو مرافق زاد زاد ب اللي هو جذر ثلاثة ناقص ا اليس هذه مكتوب زاد ناقص زاد س على زاد ناقص هذه اليس لهذا نعم ناقص زاد ا والزاد هي لاحقة ا يعني في الاصل هنا مكتوب ا مصغير وهنا مصغير الان يريد من هذه ان يكون ينتمي الى زاد يعني حقيقي موجب هذا ماذا يعني ابناء ان الزاوية الموجهة ما بين شعاع المقام وهي a m و ماذا و c m تكون تساوي 2 k b 2 k b لماذا ابناء اذا اتينا ركزوا جيدا لان الكثير يقول لم افهم الاعداد الحقيقية المجاب ها هي في المعلوم ما هي الاعداد الحقيقية المجاب الاعداد الحقيقية المجاب هي التي زاويتها صفر او 2 k b هي التي تكون في هذا المكان لما تكون في هذا المكان الزاوية لاحظوا اذا الاعداد الحقيقية المجاب ركزوا جيدا هي هي ان تكون زاوية am و cm زاوية الموجهة تكون 2 k اذا قال عدد حقيقي فقط فان زاوية الاعداد الحقيقية هي k b اذا قال الاعداد الحقيقية السالبة هي 2 k زائد 1 في b عليكم ان تحفظوا هذه الاشياء اذا قال عدد تخيلي العدد تخيلي هي b على 2 زائد k b هذه الاعداد تخيلي يعني دائما تدخل فيها 90 درجة الآن هو قال العدد الحقيقي لكن كيف هو موجب فان الزاوية الموجهة ما بين شعاع المقام وشعاع البصر 2 k b هذه احفظوها ارجاكم الآن اذا اتينا الى الى هذا الامر ودقق ارجوكم اذا اتينا الى نقطة اسمها هنا لاحظوا جيدا اخرى اسمها ام لكن هذه ام تتحرك هكذا لاحظوا ارجوكم حتى تتعلموا الى هذه مزموعة النقاط ما هي المواقع التي تكون فيها ان تكون فيها هذه ام حتى تكون الزاوية صفر ارى انها اذا تخيلوا اذا جاءت في هذا المكان لاحظوا وانتبئوا الزاوية قلنا ماذا a ام و س ام تكون الزاوية صفر اذا كان شععين بنفس الاتجاه يعني هذا الان هنا كان صفر هذا الامر الاول تخيلوا الان اذا جاءت وكانت في هذا المكان هل تبقى دائما صفر انظروا بمعانيكم a m c m نعم نفس الاتجاه بنفس الاتجاه معناها تكون زاوية كم صفر الان تخيلوا الان لو كانت النقطة a هنا بالداخل وحكموا بأنفسكم a m c a هل الزاوية صفر لا الشعاني معكوسان الزاوية لما تكون شعاني معكوسان كم تكون الزاوية تكون p ونحن قلنا يجب أن تكون الزاوية صفر اذا ما هي مجموعة النقط مجموعة النقط يا ابناء حتى تكون الزاوية صفر اكيد هي اما من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا نقول مجموعة النقط حتى يكون هكذا يكون العدد كيف هو حقيقي موجب هي ماذا هي المستقيم آسي باستثناء القطعة من القطعة آسي والنقطة ونقطة المقام نقطة المقام والنقطة كذلك آ قلنا ماذا مجموعة النقط حتى يكون العدد حقيقي موجب العدد الحقيقي موجب مواضع التي يجب أن تكون فيها النقطة أم هي خارج القطعة المستقيم يعني على المستقيم هذا نعم لماذا أبنائي لأن هنا حتى نحكم جيدا أن هذه النقطة آ و س و آ تكون في استقامية وإذا تكون في استقامية معنى تشكل لأن مستقيم لكن هنا عطينا شرط أن الزاوية إما أن تكون ب أو الزاوية تكون صفرة الزاوية صفرة هي لأعدد الحقيقي المجاب العدد الحقيقي المجاب يجب أن تكون النقطة آ خارج القطعة المستقيم يعني آ باستثناء القطعة آ هذه والنقطة كذلك هذه يجب أن نستثنيها لمجموعة تعريف أي كسرة الرياضية أما إذا قال ما هي مجموعة النقاط حتى يكون هذا حقيقي سالب فنقول له القطعة المستقيم المفتوحة آ س أو القطعة المستقيم آ س باستثناء نقطة المقام فقط أبنائي وكذلك إذا قال مثلا مجموعة النقاط حتى يكون هذا تخيلي تخيلي تكون عندنا ضائرة لأن المثلث آ آ س يكون قائم أكيد صبح لنا هي ضائرة قطرها آ س باستثناء نقطة المقام بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال عين أثنان مجموعة النقاط آ ذات اللاحقة ز بحيث أعطيت لنا هذه إز يساوي ناقص واحد زائد إجذر ثلاثة زائد إثنان إي في أسية إي تيطة حيث تيطة يمسح ر إذن نفتب هنا تعيين إثنان وهي مجموعة النقاط الثانية حيث أعطيت لنا ماذا أعطيت لنا إي ز يساوي ناقص واحد زائد إي جذر ثلاثة زائد إثنان إي في أسية إي تيطة ركزوا هنا ولا تحكموا على شيء بسرعة إذن قال تيطة ماذا تمسح أر تمسح أر يعني كلمة تمسح أر معنا هاكذا يعني تدور تمسح كل الأعداد لاحظوا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة ما رأيكم أن نضرب في ناقص إي حتى نتخلص من هذا إي نضرب في ناقص إي في ماذا في إي زاد تساوي ناقص واحد في ناقص إي زائد ناقص إي هكذا في إي الجذر ثلاثة ثم زائد ناقص إي في إثنان إي في أسية إي تيطة لماذا ضربت قصر لنتخلص من الإي في هذه الجهة الناقص إي في الإي هي ناقص إي مربع الإي مربع هو ماذا هو ناقص واحد والناقص صبح لنا زائد واحد ها قد تخلصنا لحظتم صبح لنا زاد يساوي الناقص إي في الناقص واحد يصبح لنا هو إي الناقص واحد في الناقص إي هو إي ثم عندنا ناقص إي في الناقص إي هو الناقص هو الناقص الذي هنا يصبح لنا زائد يعني زائد جذر ثلاثة ثم عندنا هذا الناقس E في الأي هو واحد سبحانا زائد إثنان في أسية إي تيطا لم أفعل شيء حتى يقول أحدكم الناقس في الناقس وزائد الناقس E في الأي قلنا هو ناقس و هو واحد الأي في الأي هو الناقس والناقس بحانا هو واحد وهذا كذلك يعطي لنا واحد يعني سبحانا هذه الكتابة الصحيحة الآن ننقل هذا إلى هذا الطرف سبحانا زاد ناقس هكذا E أو نرتبها أفضل نرتب الحقيقة هو قبل سبحانا جذر ثلاثة زائد E نقلتهم إلى الطرف الآخر مرة واحدة و سبحانا إشارتهم ناقس هذا وهذا نقلتهم مرة واحدة بالاحتفاظ على الأقوى و سبحانا ناقس قبلهم تساوينا ماذا؟ تساوينا إثنان في أسية إي تيطا الآن أليس هذا هو زاد ناقس زاد بي انظروا إلى هذه القيمة أليس هي زاد بي نعم تساوينا إثنان في أسية إي تيطا الآن إذا أتينا إلى هذه هنا عندنا هي آم لا جدال نصبح لنا ماذا؟ إذا وضعنا رمز الطاولة هنا و رمز الطاولة هنا نقول على أعداد أن الطاولة تساوي الطاولة والعمدة تساوي العمدة فيصبحنا بي آم يساوينا ماذا؟ إثنان بي آم يساوينا إثنان أما إذا أتينا إلى العمدة هي الزاوية الموجهة ما بين شعاع الوحدة والشعاع بي آم تساوينا ماذا؟ تساوي لنا تيطا من هو الآن الأقرب لأن؟ لاحظوا بي آم يساوي إثنان والزاوية الموجهة ما بين شعاع الوحدة و بي آم يساوينا تيطا تيطا هذه لا يمكن أن نحكم عليها لكن هذا قد حكمنا ما هي مزموعة نقاط في هذه الحالة؟ تخيلوا الآن إذا كانت عندنا نقطة بي هنا وعندنا بعد إثنان عندنا نقطة آم أليس النقطة آم هذه هي القيم التي يمكن أذى المسار الذي يمكن أن تنشئه؟ نعم لأن هنا إثنان 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 مع تيطة هذه تمسح يعني تبقى دائما تمسح أي عدد تجده في طريقها ما هي مجموعة النقط نقول ومنه مجموعة النقط هي ماذا هي دائرة مركزها ب ونصف قطرها كم يسايلنا كم يسايلنا اثنان إذن دائما لما نجد هذه تيطة تمسح ليس جزء إذا مساحة مثلا تخيل قال من صف إلى ب فنقول نصف دائرة فقط أما إذا قال فهي مساحة كل شيء بما أنها مساحة كل شيء انظروا إلى هذه النقطة الحمراء ما هو المسألة التي تصنع هو دائرة مركزها النقطة الثابتة ونصف قطرها هذا العدد فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى من الله عز وجل قد فهمتم هذا التمرين كما نرجو منكم أن لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته